مشاهدينا رجعنا لحضراتكم مرة تانية ونبدأ فقرتنا الحوارية لزي ما قلت لحضراتكم لم هنتكلم عن نقل الحكومة للعاصمة أو انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية قلت لحضراتكم إنه العاصمة الإدارية مش مجرد مكان العاصمة الإدارية فكرة قائمة على تكنولوجيا والحداثة كمهورية الجديدة التطور التغيير اللي لازم إحنا نواجبه التغيير اللي لازم يبقى هو شكل حياتنا اللي جاية وبالتالي انتقال الحكومة مش انتقال من مباني لمباني ولكن انتقال من حالة لحالة من حالة مختلفة حالة مرتبطة بالتكنولوجيا والتطور والحداثة وتطوير الخدمات وتطوير كل ما يخص راحة وخدمة المواطن والوطن النهاردة هنتكلم عن نفتح هذا الملف معنا الدكتور محمد راشد عضو غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية دفنا ومشرفنا النهاردة في السوديو مساء الخير مساء الخير يا دكتور مساء الخير منت مشاهيرة ومساء الخير على الشهد المشاهدين أهلا بحراتك أهلا بحراتك خلينا نتكلم كده في البداية معلش يعني آه الحكومة انتقلت للعمل خلال العاصمة يعني داخل العاصمة قدرية لكن في زي ما بيقولوك ده محور الشرف اللي هو بيشكك عبر قنواته وأبواقه إنه العاصمة القدرية مش جهزة العاصمة القدرية ما تقدرش تستقبل الحكومة الحكومة بتمارس مهمها بقالها فترة من خلال العاصمة القدرية فخلينا نتكلم ونوضح للناس مدى جهزية العاصمة القدرية آه تقنيا وتكنولوجيا يعني على كافة المستويات أكيد لاستقبال الحكومة للأداء لأداء مهمها طيب قبل أن نبتدي النقطة دي طبعا نقطة مهمة جدا لازم نرجع بس نقطة سوية من بداية العاصمة يمكن العاصمة ابتدت من 2000 بداية التخطيط ليها وابتدت تنفيذ من 2017 2016 و2017 واختيار المكان يعني حرتك دلوقتي احنا عندنا في اختصار المكان ده حاجة مهمة جدا إن هو أن أنا أختار مكان بين الطريقين دوليين العاصمة بيحدها من ناحية الشرق طريق العين السخنة الدولي ومن ناحية الغرب طريق السويس الدولي فبالتالي كان التخطيط واختيار المكان كانت حاجة أساسية 60 كيلو هنا و60 كيلو هنا بالضبط جدا وكان الهدف التاني كمان العاصمة لما جي التخطيط بتاعها إن أنا يبقى من اسمها إن أنا أوصل للبحر سواء يبقى اللي تبقى شاطئية سواء من ناحية العين السخنة أو من ناحية طريق السويس النقطة التانية طبعا التنفيذ نخدنا سنتين تخطيط قبلهم التنفيذ أو يمكن تخطيط عموما كان بادي من سنة 2009 لكن التخطيط لالعاصمة كان أخذ سنتين وخمس سنين تنفيذ لغاية ما نتكلم نهارده في عشرين وثلاثة وعشرين فاختيار المكان كانت نقطة همة جدا في النجاح المشروع نيجي بعد كده للتقسيم مثل العاصمة ذات نفسها العاصمة يمكن المرحلة الأولى مقسمة إلى 8 أحياء 6 منهم تبع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية جديدة وعندنا R7 اللي هو من R1 لR6 R7 وR8 هما دول المستثمرين أو من سميهم المنطقة الاستثمارية العاصمة الاختلاف بتاعها أنها مدن الجيل الرابع ويمكن عشان نبسطها بس للأستاذ المشاهدين أن مدن الجيل الرابع دي مسمى موجود عندنا في مصر بس طبعاً إحنا مرينا عبر العصور على يمكن كان فيه قاهرة القديمة اللي هي منطقة وسط البلد ويمكن المعمار كان الأسقف العالية مروراً بمدينة نصر وصلنا لمدن الجيل التاني اللي هي مكات مدينة السادات ومدينة العاشر من رمضان في أول ألفنات كان مدن جيل التالت بداية الكمباونس فكرة موجود آه نبقى فيه مدن عزيزي كانت أول حاجة ظهرت الرحاب وصولاً بالجيل الرابع اللي احنا نتكلم عليها اللي تبقى فيها التكنولوجيا الحديثة يمكن اللي فارق في الموضوع التكنولوجيا الحديثة أو العاصمة رداً على سؤال حضرتك الشائعات أن العاصمة الإدارية والمدى نجاحها احنا عندنا النهاردة الحي الحكومي بالكامل تقريباً اتنقل أنه كان المارجنب أو التاريخ اللي كمحدد للنقل هو 36 تقريباً كل الوزرات بقت موجودة دلوقتي في العاصمة الإدارية تم أكثر من اجتماع لرئاسة مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية فده طبعاً أكبر دليل أنه مش أنه مشروع موجود وكان والهدف منه أنه هو إزاي إن إحنا كدولة دايماً المعمار أو حتة بتاعت التطوير بيعكس المستوى الثقافي للشعوب فإحنا في مدن الجيل الرابع بنشوف المستوى ده على محور أو تلات محور رئيسية أولاً طبعاً المباني ذات نفسها مباني ذكية وثقافة المباني بتاعتنا الساحب مكادش موجودة عندنا في مصر ابتدت تخش بالمدن الجديدة زي العاصمة الإدارية وطبعاً عندنا العالمين بس إحنا طرموا أن إحنا منكلم عن العاصمة وبالتحديد عندنا أطول برج موجود في أفريقيا البرج الأيقوني عندنا مناطق يمكن التخطيط للعاصمة كان مهم برضو بعد اختصار المكان كان نقطة مهمة جداً للتخطيط خمسة من أكبر الشركات دخلوا اللي هما البيك فايف دخلوا هما العمل والتخطيط بتاع العاصمة عندي غير حي الوزرات اللي هو اشتغل عندي فيه أو الحي الحكومي عندي فيه حي المال والأعمال مفروض على آخر تقريباً أول سنة جديدة أو آخر السنة دي إن شاء الله هيشتغل المحور التاني إحنا بنتكلم عليه عشان نعمل مدن جديدة لازم أربطها بالمدن الحالية وعواصل المحافظات وطرق مواصلات وده عمر يعني واضح جداً من العسامة الإدارية بالضبط كده في العسامة الإدارية استحدثنا ثلاث طرق أو ثلاث وسائل مواصلات صديقة للبيئة ما كانتش موجودة عندنا قبل كده بيشتغل فيها حوالي نص مليون مواطن عندنا المونوريل عندنا الـ LRT اللي هو الأطر الكهربائي اللي هو بيوصل بمدينة بدر والحي العاشر في مدينة نص وده شغال في الوقت الحالي المونوريل هي إن شاء الله بشهر عشرة أو يمكن مع احتفالات أكتوبر هيبتدي التشغيل التجريبي لمدة ستة شهور من محطة العاصمة إلى محطة استادقاهرة كمرحلة أولى طبعاً التجريبي ستة شهور إنه ده طبعاً حاجة جديدة لإني فكرة المونوريل إنه هو أطر من غير قائد لي أو بيشتغل بالتحكم من الوحدة الأساسية عن طريق كمبيوتر بيطلع في ثانية معينة بيوصل المحطة بتاعته في ثانية معينة فنظم التحكم دي مكانتش موجودة عندنا فطبعاً غير شبكة الطرق اللي طبعاً التعامل التي احنا عندنا يمكن فيه محور بن زايد الجنوبي محور بن زايد الشمالي بيقطع العاصمة محور الأمل بيحدها للطريق الدائري الأوسطي فدي كلها محاور لو ما كانتش موجودة ما كانتش العاصمة لأنها حاجة أساسية طبعاً أني أوفر شبكة الطرق تاني حاجة أن أنا أوفر المواصلات اللي تقدر أن يمكن الموظفين في الوقت الحالي فيه ميكروبسات داخل العاصمة فيه الأطر الكهربائي بيستخدموه أنه يقدر يوصلهم لأقرب مكان يقدروا ياخدوا منهم المواصلات زائد أن كل الموظفين تم نقلهم تم زيارة المرتباتهم عشان تلسى هقول ده أنه ضروري لأنه أكيد المواصلات هتبقى مختلفة طبعاً مصارفها مختلفة أكيد طبعاً بس الفايدة بقى لحالك كنت تسألي عليها هو ده بيئة العمل ذات نفسها